بلاش حساسية ما تتصرفيش بحساسية فكريم في أول نصيحة خالص في الحلقة أنا قلتلكه إيه قلتلك ما تقعدش تقولي لنفسك هو هيعمل إيه بعيد عني هو هيعرف يتصرف هو هيعرف لما يبقى عايز حاجة يقول لهم طب هم هيفهموه بنفس المنطق والمعيار بقى بس حساسية من نوع تاني اللي هو إيه أنا وديته الحضانة بس هو ليه ما عمليش باي باي وهو داخل أو يعني لما دخل أو ليه لما روحت أخده يعني ما عمليش باي باي مثلا وأنا ماشية أو ليه لما شفني لما روحت أخده مفرحش فاهمين قصدي دي تصرفات أو طريق التفكير سطحية جدا ليه لأن الطفل خبراته الإنسانية لسه هو ما عندوش الخبرات بتاعت التعبير عن المشاعر والزكاء الاجتماعي والمجاملة ما هو إحنا لما نقوله يعمل باي باي دي مش لازم كلها تبقى فطرة بالمناسبة يعني خالص ممكن نقوله يعمل باي باي هو في اللحظة اللي بنعمل له فيها باي باي شاف لعبة مثلا أو شاف مرجحة ولا شاف حاجة هو بقاله مثلا يومين عايز يلعب عليها بس فيه أطفال تانية مش مدينه فرصة مثلا أو حاجة جديدة لفتت نظره أو بيبتدوا يلعبوا لعبة هو عايز يكون جزء منها فاهمين قصدي لما أنت راح أتخديه ما تقوليش قال له هو ليه ليه ما فرحش ما فرحش يعني هو أكيد فرحار بس هو ما عندوش الآليات بتاعة التعبير ممكن يكون لسه أي منه ممكن يكون هو أصلا زي ما بيقوله إيه خلاص وصل لحده الأقصى تشبع يعني من وجوده في الحضانة دلوقتي وبعدين إيه طرقنا في التعبير عن أطفالنا عن مشاعر أطفالنا يعني هنقول إيه هو ما فرحش إزاي يعني حضرتك عرفي إيه هي الفرحة إنه يخدك بالحضن ويقول لك يا ماما أو يعمل لك كده لا دي مشاهد في الأفلام بس وفي المسلسلات وبتتعامل يعني حاجات مصنوعة وإذا الطفل عملها في الحقيقة يعني مرة ولا مرتين ما بيبقاش ده قانون وما ينفعش نسقل على الأطفال الصغارين أو دول إن إحنا نطالبهم بهذا النوع من الرياكشنز أو هذه الأنواع يعني من الردود الأفعال لإنها فعلا حاجة مرهقة جدا هما مش عارفينها يعني إنتي لما بتقوليله مثلا حاجة كده تاكلها مثلا فتاكلها هو أنت ليه ما قلتش إنها حلوة أو ليه ما بنش على وشه إنه مبسوط بالحاجة اللي أنا عاملها له لا ما تثقليش على نفسك وما تحسبيش حسابات كبيرة وما تديقيش الدنيا على طفلك خليه يتصرف بطبيعته وبفطرته والطبيعة والفطرة بتخليه يتصرف بتلقائية وبشكل عادي لازم كمان يعني من النصيح المهمة قوي في اللي عايز أقولها للأمهات إن في اختيارك للمكان وأنا بخصص هناك كلام للأمهات لإنه الحقيقة إن الأمهات والأباء طبعا بيكونوا شركاء في اختيار المكان لكن اللي عايز أقوله إنه الأمهات بيبقى لهم يعني الرأي اعتباري برضو أكتر شوي يعني بيبقوا هم حاسين كده يعني بتلاقي الأزواج والأباء اللي هم يعني الكويسين تليوم يقولك إيه أنا شايف المكان ده كويس بس برضو أنت رأيك إيه أنت برضو رأيك مهمة قوي هو مش بيجاملك هو عارف إن أنت اللي هتكوني في حالة تواصل وتماس أكتر منه من الأب يعني بالنسبة لطفلك مع الحضانة دي تمام فأنا عشان كده بقولك خلي اختيارك للمكان من البداية يكون اختيار طبيعي يكون المكان طبيعي أقول لكم يعني عشان ما طولش عليكم بلاش كلمة أصل المكان ده شبهنا يعني إيه شبهنا كلمة دي فيها عنصرية جدا الحقيقة وفيها مراهقة وفيها سزاجة وفيها يعني فيها حاجات كتيرة شبهنا من ناحية إيه شبهنا من المستوى المادي ولا شبهنا من من أني مستوى شبهنا في النظافة مثلا قطب حاجة عظيمة شبهنا في الناس اللي بيشتغلوا تحسيهم كده على خلق وعندهم مبادئ كويسة وعندهم نظام زي ما احنا مثلا كويسين ده تبقى حاجة جميلة إنما هم شبهنا في إيه بقى شبهنا في الليبس ولا شبهنا في المستوى الاجتماعي ولا شبهنا في نوعية الديكورات ولا إيه بالزبط فاهمين قصدي يعني خلوا اختياركم من البداية يا جماعة أرجوكم ما تبالغوش قوي أنا بقول لكم الكلام ده ليه لأنه دلوقتي كل حاجة موضة برضو يعني موضة فتلاقوا فيه موضة كده إن الحضانات تبقى إيه أنا هاختصر الموضوع تبقى أوفر أو تبقى حاجة جمدة أوي فتلاقوا فيه ديكورات عاملة إزاي وتلاقوا ناس اللي بتشتغل عاملة إزاي وتلاقيهم بيتكلموا بلغات عاملة إزاي وبتاع يا جماعة ما تصعبوش الدنيا أو ما فتلاقي بقى الناس تاخد بقى حيقول لك يا سلام لو الجمال أو بصوا حاطين الحاجات فيه ديكورات هنا غالية يبقى المكان ده كويس على فكرة ده مش شرط خالص 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 ليس له أي علاقة بالتطبيق بقى على الأرض الواقع في التعامل مع الأطفال يعني يا مأباكن طبيعية كده وشكلها طبيعي وشبه 99% من البيوت في مصر وتلاقيها ممتازة جدا واللي بيشتغلوا فيها عندهم إحساس وعندهم إحساس بالمسئولية وعندهم موهبة في التعامل مع الأطفال فما تحكموش إيه بالمظاهر